في كل الأنظمة الدستورية تقريبا في العالم عندما تفوز حكومة جديدة في الانتخابات أو يتم تكليفها يلقي رئيس الحكومة بيانه الوزاري أمام البرلمان يوضح فيه خطته السياسية والاقتصادية لفترة ولايته القادمة رئيس الحكومة الأردنية الجديد عمر الرزاز كان قد ألقى البارح بيانه الوزاري أمام البرلمان وخطته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية ندرك جميعا أن الفقر والبطالة متلازمان إلى حد كبير ويرتبطان بقدرة الاقتصاد الوطني على إيجاد فرص عمل وهنا تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وإطلاق برامج تؤهل المتعطلين عن العمل خصوصا من فئة الشباب وبناء ثقافة المبادرة والاعتماد على الذات لديهم ليصبحوا شركاء فاعلين في التنمية الصحف الأردنية غطت هذا الخبر كان أولا لكن صحيفة الغد اهتمت بفيديو نشرته على صفحتها تقول إنه لإحدى نئبات مجلس الأعيان أثناء استماعها للبيان الوزاري هناك مشكلة في الخبر أنه لم يذكر اسم النائبة ولم تظهر صورتها بشكل كامل لكن يمكننا أن نميز أن هذه المقاعد ربما تكون مقاعد البرلمان شبيهة به وأن خطاب الرزاز الذي كان يبدو مأخوذا من سبيكر في الصالة لكن هذا أمر يمكن ترتيبه هل تخشون على الأردنيين ورواد مواقع التواصل؟ لأنهم توقعوا أن تكون العين في مجلس الأعيان أمل الفرحان هي النائبة التي تلعب في هذه اللعبة على الموبايل يقول لك ها هو الجاكيت وآخرون يقول لك ميزتها من الخاتم في يدها اليمين لكن نحن غير متأكدين فلنذهب إلى التغريدات مع الفيديو حظية هذا الفيديو بأربعة عشر ألف مشاهدة بيوم واحد والأردنيون علقوا وسخروا المهندس محمد غرير غرد قائلا هذا يعكس مدى الالتزام بالقسم ناس شغلوا وجاهه وراتب وسيارة بدون جمرك وواسطاته معارفه وغدواته وعشواته وسهرات الوطن وأنينه المواطن وجوعه آخر الأرويات عند البعض مع الكشف مع الأسف الشديد أحمد أبو جرادة أحمد أبو جرادة يقول خبر في قادم الأيام حرمان المصور أمجد الطويل من دخول مبنى مجلس الأمة المصور أمجد الطويل هو من لقط هذا الفيديو من داخل المجلس جي جي كيلاني تقول ذليل اهتمام الأعيان بالأصلاح في الأردن جميل الله يوفقك باللعبة وتخسري منصبك بالواقع التغريدة الأخيرة على المعاسفة كان الأحرى برئيس الوزراء تشجيل خطابه بشكل فيديو وارساله كرسالة واتس أب للأعيان والنواب لحظة يا جماعة هذه الأمور تحدث دائما هذا هو النائب المحافظ البريطاني وهو في مجلس العموم وهو نايجل مايلز ضبط في عام 2014 يلعب الكاندي كراش في جلسة استماع عندما كان عضوا في لجنة التقاعد والمعاشات وهذا هو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر